السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد كنتمنى تكونوا بافضل احوال انتو ما كتشاهدوا هاد الفيديو عن بطاقة ويب باي للتجاري وفو بونك فكما كان عارفوا بطاقة ويب باي خاصة بالشراء من الانترنت وغادي نشوفوا بزاف ديال المعلومات عن هاد البطاقة بحال متلا كيفاش يمكن لك انك تحصل على هاد البطاقة وكيفاش يمكن لك تكون بالتعبئة دياله باش تتمكن من الشراء من المواقع العالمية سواء منتجات او خدمات كذلك البطاقة كتصلح لانك تقوم بالربط دياله بحساب البايبال وحساب اسكريل ومجموعة ديال الحسابات الاخرى فغادي ندخلو لتطبيق التجاري موبيل باش نتعرفو على هاد المعلومات ومن المعروف ان هاد البطاقة هي بطاقة ديالتجاري وفو بونك فبحالة اذا احتجتي هاد البطاقة وكنت يفتح حساب عادي مع التجاري كتقوم بطالب هاد البطاقة من الوكالة اللي فتحتي فيها الحساب ديالك كتسن اسبوع من بعد كتكون البطاقة ديالك وجدة وكتمشي انك تخذو المعلوم ان الاقتطاعات هاد ديال هاد البطاقة هي اقتطاعات سنوية كتحدد في 33 درهم كما كتشوفو في الصورة وغادي نقوم بادخال كلمة المرور وغادي وجهنا مباشرة للواجهة الرئيسية للتطبيق غادي نعمل هنا تجاري سيكور غادي نخليها لاحقا وهنا هادي الواجهة الرئيسية ديال التطبيق فكين هنا هاد الايقونات هادي كين طالب تعبئة ويب باي وكين تعبئة كين تسديد الفواتير والتحويلات والحسابات فبالنسبة للناس اللي ما كتظهر له مش هاد طالب تعبئة ويب باي يمكن لهم يجيبوه من القائمة الجانبية اللي كينة في هاد الواجهة ومن بين هاد الاختصارات غادي تبقى تفتش على طالب تعبئة ويب باي هاية كينة غادي تبرك عليها في حالة ما اذا كان هاد الاختصار هذا ما كيبلكش هنا في الواجهة الرئيسية ديال التطبيق فا اذا كان هاد الاختصار ما كيبلكش ما غاديش تكون مكتوبة طالب تعبئة ويب باي وغادي تحتاج انك تضيفو يدويا فقتضغط على اعقونات اضافة اختصار هنا كينه جميع الاختصارات الي يمكنلك انك اضيفها في الواجهة ديال التطبيق ويمكنك كذلك انك تقوم بالترتيب الجيلة وفاشك تضغط على اختصار طلب تعبئة وبايكين انضاف هذا الاختصار في الواجهة الرئيسية ديال التطبيق ويمكنك كذلك تقوم باضافات اختصارات اخرى على حسب الاختصارات الي تحتاجها كذلك كيمكن لك الترتيب دياله كما قلت من بعد ما كتضيف الاختصارات اللي انت بغيتي في حالة ما اذا كنت كتحتاج انك تقوم بتعبئة طلب ويباي او طلب تعبئة بطاقة واجدة او اي بطاقة اخرى عندك ديال التجاري وفبك فكتختار الاختصارات اللي بغيتي باش تضيفهم في الواجهة الرئيسية ديال التطبيق بلا ما تحتاج انك تذهب للقائمة الجانبية وتبقى تفتشع لهم من بين بزاف ديال ايقونات اللي كاينين تمة او من بعد ما شفنا كيفاش ممكن ننضيفه الزر تعبئة بطاقة ويباي على شكل اختصار على واجهة تطبيق التجاري موبيل غادي نقوموا الان بطلب تعبئة ويباي وغادي نضغطوا على هذا الاختصار وغادي وجهنا لهات الصفحة فيها اول شيء الحساب الاساسي وثاني شيء فيها بطاقة يجب تعبئتها ويباي وغادي بلك المبلغ اللي انت عندك في البطاقة فانا عندي سبعة درهم فاصلة تلاتة وعشرين وفي المبلغ غادي نقوم بكتابة المبلغ اللي بغيت اني نحوله من الحساب الاساسي الى بطاقة ويباي يعني المبلغ اللي بغيت اني نعبء في بطاقة ويباي وغادي نكتب تلاتة مية درهم بالنسبة للسبب ماشي اجباري يمكنك انك تخليه خاوي وغادي نقوموا بالضغط على تأكيد من بعد غادي نظهر هاد الصفحة هاد البطاقة ديال ويباي والمبلغ اللي بغيتي انك تعبئ فيها كذلك تاريخ العملية ورقم حساب الشيكي ديالك غادي نضغط على تأكيد وغادي تستنى واحد الرمز مكون من 6 ارقام حتى يوصل الرقم الهاتف ديالك هنا الرمز كنقوم بيدخال دياله بشكل اوتوماتيكي غادي نكوبي هاد الرمز هنا وغادي نضغط على تأكيد غادي نضغط على تأكيد غادي قولوا اللي فوض دومونت ياتوندي يعني غادي تحتاجوا واحد يومين باش المبلغ يتعبئ في بطاقة ويباي وغادي نضغط على استمر فاش غادي نضغط على استمر كما كتشوفو هاد 300 درهم في تاريخ 27 يوليوز ديري اللي هنا اونا تندوت ختموا بصفر يعني هاد تعبئة جارية باقي ما تمش التعبئة دياله اما بعد ما كتدوز يوماين كيتم اقتطاع المبلغ من الحساب الشيك ديالك وكيتم التعبئة دياله بطاقة ويباي ويمكن لك انك تستعمل هاد الرصيد في الغرض اللي بغادي اما بعد ما كانت البطاقة ديالي كتتوفر على 7.23 درهم بعد ما قمت بتعبئة دياله 300 درهم رجعت 307.23 وهكا المبلغ تم الظهور دياله في البطاقة وتعبئة بشكل عادي ويمكن لي دبا نستخدمها واخر حاجة غادي نتعرفوا عليها في هاد الفيديو كيفاش يمكن لك تعرف الاقتطاعات اللي قطعوها لك المواقع اللي انت شريتي منا من بطاقة ويباي فهنا غادي رجعو الواجهة الرئيسية لتطبيق التجاري موبيل وغادي انضغطو على القائمة اللي كينا في الجانب الايمن وغادي انبحثو على زر بطاقات فهذا هو زر بطاقات غادي انضغطو عليه هنا في هاد البلاسك تظهر لك جميع البطاقات اللي انت عندك مع التجاري وفا بنك فالبطاقة ديال كارت كافية هو حساب عادي عندي بطاقة ديال ويباي بالنسبةى لاختطاعات اللي عندها الواجدة او بطاقة ديال البنكة لك فجميع تلك البطاقة اللي عندك كاملين غادي ظهروا لك هنا فغادي نعرفوا الاقتطاعات اللي تم الاقتطاع دياله من المواقع اللي اشريت منها بالنسبة لبطاقة وباي وغادي انضغطو على بطاقة وباي باش نشوفوا هاد الاقتطاعات باش نشوفو كدالك التاريخ ديال الاقتطاعو والمبلاغ بالضبط فكما تشوفوا هذه هي بطاقة ديال ويب باي شريت من علي اكسبرس منتج وتم الاختطاع ديالي هاد المبلغ وكذلك منذكور التاريخ وفي حالة ما اذا كنتي معرفتيش الاقتطاعات اللي اختطعوها لك المواقع اللي انت شريتي منها بطاقة ويب باي ففي هذه البلاسة غادي بانو لك جميع العمليات اللي انتها قمتي بها وكذلك الثمن معا التاريخ فحال اذا احتجتي هاد المعلومة الشي غرض معين وحيث بطاقة ويب باي ما كيبانوش الاقتطاعات مباشرة من اللي كيقتطعوهم الموقع ولكن كي نقصو ديك المبالغ المالية حتى كتدوز وحد الفترة فهاد البلاسة غادي نحتجوها وفي حالة ما اذا كنتي بغي تعرف الديتاي ديال شي اقتطاع فكتضغطه على عليه وكهنا كي يظهر لك الاسم ديال الشركة اللي اقتطعت لك كذلك اللادات والمبلاغ اللي تم الاقتطاع دياله واللي بغيت انقلكم فهاد الفيديو هو ما كيبانوش اقتطاعات ديال البطاقة القديمة يعني بحال مثلا اذا كتعندك بطاقة ديال ويب باي انتهت الصلاحية دياله فجميع العمليات اللي قمتي بدك البطاقة اللي انتهت الصلاحية دياله كيحيدوا مني هنا وكيينضافوا العمليات اللي قمتي بها بالبطاقة الجديدة ونفس الشي بالنسبة لأي بطاقة اخرى كانت عندك سواء ديال كافية الحساب عادي او سواء بطاقة ديال وجدة او البانكاليك فجميع العمليات ديال الاقتطاعات كتبان هنا او العمليات ديال السحب كتبان هنا كاملة مع التاريخ والمكان اللي انت اقتطعتي منهم وبالنسبة للناس اللي كيتقلوا كيفاش يمكن لنا نشروا من الانترنت ببطاقة ويب باي فعندي فيديو في القناة على كيفية الشراء من الانترنت ببطاقة ويب باي من علي اكس بريس غادي نخليهكم في صندوق الوصف كذلك عندي مجموعة ديال فيديوهات عن بطاقة ويب باي والتجاري وفا بانك وغادي نخلي جميع روابط هاد الفيديوهات في صندوق الوصف بالنسبة للاشخاص اللي مهتمين بهذا المحتوى واللي كي بيحتوا على شي معلومة معينة وملقوهاش بهذا الفيديو ففي القناة غادي تلقوا قائمة تشغيل تحت اسم التجاري وفا بانك ويب باي غادي تلقوا معلومات كثيرة على ويب باي وعلى بانك التجاري وفا بانك فهنا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو كنتمنى انني نكون فيتكم بهذه المعلومات البسيطة وإلى فيديو قادم ان شاء الله موسيقى